بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم شباب يا رب تكونوا خير النهاردة حبيب ان شاء الله هناخد ساشن جديدة طبعا قبل ما تبدأ في حل الاكسرسيز لازم ترجع للشرح اللي موجود عندنا هنا على القناة وبعد كده ايه تبدأ تحل عشان تكون فاهم انت بتعرف وبتحل ايه طب يلا على الورد كتلا نبدأ اول كويتشن معايا هنا بقول لي فبقول لي what the share of each طيب انا يا ابني دلوقتي وزحت كام قال لي 360 على مين قال لي على اتنين هاني واحمد فبقول لي الرشيو ما بينهم قال لي 7 to 5 يعني هاني او هاني خاد 7 parts واحمد خاد مين 5 parts فبقول له هاني عند احمد يعني 7 to 5 فهاني يبقى 7 و 5 بتاعت مين قال لي احمد فمن هنا يا ابني كل واحد اخد كام قال لي ده 7 parts وده 5 parts ويبقى هما الاتنين اخدوا كام part قال لي 12 parts يبقى انا من هنا ممكن اقول له كده اول حاجة sum of all parts تمام اه واقول له ايه كويت sum of all parts اقول له 7 plus 5 يطلع لي بكام قال لي 12 12 ايه 12 parts طب يا سيدي انا عندي من هنا 12 parts ده هما الpart الواحد الvalue بتاعته بكم هنا من الفلوس مش عارف يبقى جيب له الvalue بتاعت الpart الواحد يبقى اقول له من هنا the value the value تمام of each part equal 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 كام قال لي ده هما معهم 360 ها السمع على كام قال لي على 12 parts تطلع لي بكام قد نعملها بالكالكلياتور اهو وقول له عندنا من هنا 360 divided by mean divided by 12 يطلع لي بكام قال لي 30 يبقى اقول له من هنا equal 30 LE ده مين قال لي الvalue بتاعت الpart الواحد طب جميل انا دلوقتي جبت الvalue بتاعت الpart الواحد ب30 طب احمد او هاني كام معها كام احمد هاني كام معها 7 parts يبقى اقول له من هنا هانيز شير اقول له كده هانيز شير equal كام قال لي والله ده هو كام معها 7 يبقى اقول له 7 multiply 30 يطلع لي بكام قال لي بتوه 110 LE تمام طب يا cd احمد زي شير الحصة بتاعت احمد كانت بكام او احمد اخد كام فقول له والله يبقى احمد تمام احمد شير equal كام هاقول له 5 multiply 30 ف5 multiply 30 قال لي بدينا 150 LE فعمنا كده ازاي شباب نروح اللي بعده كوصنا اللي بعد كده عندنا هنا number 2 بقول لك ايه the ratio between two numbers two to five if the smaller number is forty eight what is the larger number طيب بوص يا ابني هقول احنا عندنا من هنا ده اللي smaller وعندنا من هنا مين قال لي ده اللارجر ratio ما بينهم قال لي two to five يبقى احنا عندنا هنا ده two والتاني five هوا مديني اللي smaller بفورتي ايتي يبقى احط الفورتي ايد تحت اللي smaller عاوز مين قال للارجر اللارجر ده ما عرفوش مجهول قال لي اه يبقى اقول له من هنا the larger number equal اقول له كده the larger number equal طيب يا سيد اللارجر النامبر ده equal زي ايه هقول له يا سيد اعملها عن طريق الماصص يبقى احنا عندنا من هنا اقول له equal two هتكون في الديناميناتور الاتنين التانيين اعمل لهم multiply مع بعض في النمرياتور فيبقى five multiply 48 بس كده وهتين عاملها بالكالكلياتور يبنتين جايبين الكالكلياتور وقول له عندنا من هنا اعمل fraction وقول له five multiply 48 over mean over two وهتيني اقول له equal تطلع لي بكم قال لي 120 يبقى اللارجر النمبر طلع لي من هنا 120 تعلمنا كده ازاي نروحين لبعده وصحب على كده عندنا هنا number three بيقول لي the number of students in school is 576 فبقول لي and the ratio of the girls to boys five to three five the increase of the girls the number of the girls than boys يعني هو عاوز يعرف الزيادة بتاعة البنات عن الاولاد بقد ايه طب يا سيدي اقول له الاول اجيب له number بتاع boys and the number بتاع girls وبعد كده اعمل بينهم minus اشوف الفرق قدي تمام طب يا سيدي هو اولا عندنا هما كلهم كام part اللي عندنا كلهم هدي five parts وده three parts يبقى كلهم كام اللي eight parts يبقى من هنا اقول لي اول حاجة كده the sum تمام ازاي ارجع تاني هقول لي عندنا من هنا the sum of all parts طيب عندنا من هنا the sum of all parts ثم اقولنا five plus three يطلع لي كام قال لي ايه جميل قال لي جميل طب يا عام احنا عندنا five plus three يطلع لي eight parts طب الpart الواحد بيديني كام شخص اللي والله ما عرفش يبقى اجيبها يبقى اقول له من هنا the value of each part يبقى اقول له من هنا the value the value of each part equals equals اقول له والله ده هما كلهم عبارة عن five hundred seven to six يقول له five hundred seven to six وعندي كام part the eight يبقى له divided by eight وقتيني عاملها بالcalculator بس تسين يبقى له من هنا five hundred تمام seven to six divided by eight equals يبقى له من هنا equals seventy two طيب جميل ده ده مين the value بتاعت part الواحد عايزين من هنا اعرف the girls هيبقى كام هقول له والله يبقى the girls equal طيب the girls فيهم كام part هوا تسانية واحدة girls فيهم كام part قال لي five لانها هي اللي جاء في الاول فاقول له five two boys يعني five to three فالجر هتبقى جاء الاول five part i يبقى له five multiply seventy two five multiply seventy two equals كام وقتيني عاملها بالcalculator يبقى له five multiply seventy two طيب العلمين قال لي three hundred sixty يبقى له three hundred sixty طيب جميل احنا عاوزين number of boys يبقى له من هنا boys equal هما كان part three يبقى له three multiply two hundred sixteen يبقى له two hundred sixty انا عاوز الفارق ما بين number of boys او the number of girls than boys يبقى تنعملها بالcalculator او اعمل له الاول او او منس انا عاوز الزيادة يبقى لازم اعمل منس فال three hundred sixty minus two hundred sixty انا عاوز بالcalculator او three hundred six minus two hundred sixteen ارجع two hundred sixteen equal جاء one hundred forty four يبقى الفارق ما بينهم هطلع لي one hundred forty four اعمل كده شباب نروحين لبعده خوص شباب بعد كده عندنا هنا number four بقول لي if the share of the second person exist the share of the first person by eighty فبقول لي هنا by eight square meters find the share of each of them تبديحنا ممكن نعملها عن طريق مين او لا ممكن نعملها عن طريق الراتيو لما لاي حاجة هنا فيها minus عرفت منين نرفها minus او والله ان انا عندي واحد بيزيد عن التاني يعني عندنا واحد منهم بيزيد عن التاني با هنا هعمل minus فانا هنا الاسهل اعملها عن طريق الراتيو هقول له من هنا يبقى عندنا تمام two second هقول له two eight difference تمام جميل طيب هو جميل كام قال لي five وال second قال seven وال ما بينهم قال له والله التاني بيزيد عن الاولاني اه يبقى عمل من هنا seven minus five يطلعني بكام قال لي التو تبزياتة كان هو متدالب كام قال لي بأيت سكوير ميتر زي بحطها هنا تحت الاميل قال لي ويقول له من هنا يبقى first equal يبقى احنا عديها من هنا الفيرست ده مجهول ما عرفوش اه يبقى الوقساته بيكون في المناتور يعني two هتتكون في المناتور يبقى من هنا تنين عامل fraction ويقول له الاتنين مع بعض يعني يعني multiply 80 يبقى من هنا five multiply 80 بس وقتين نعملها بالكالكيليتور او نختصرها من هنا two divided two one eight divided two يطلع 40 40 multiply five يطلع 200 200 ايه هقول له square meter او ممكن نعملها كده meter وفقها two يعني كان square meter احنا عاوزين نجيب من second يقول له من هنا second equal اقول له ده مجهول اه اللي صاد بكون في denominator يعني two في denominator الاثنين التانين multiply مع بعض في numerator يعني seven multiply 80 اقول له seven multiply 80 وقتين عاملها عن طريق من الكلكالكيليتور او انختصرها هنا two divided two one eight divided two او eight divided two طلع 40 بعد seven multiply 40 يبقى الانصر تلعت ل two hundred eighty واقول له square meter تعلم كده يا شباب نروح اللي بعده كونسين بعد كده عندنا هنا number five بقول لي ايه امان wants to divide eight thousand l among his three sons in the ratio of one two two five فبقول لي find the share of each طائد انا هنا ها اقول له سهلة اول حاجة يا ابني كل انا واحد منهم هياخد part معين صح الله خلاص يبقى من هنا اجيب له sum of all parts يبقى من هنا اقول له sum of all parts equal sum of all parts اقول له one plus two plus five وده هياخد one part وده هياخد two parts وده هياخد five parts يبقى جمعهم كلهم اطلع لي بكام قلب eight parts طب جميل الvalue بتاع part الواحد بكام معرفش يبقى اجيبه اقول له من هنا the value the value تمام of each part equal انا هابني من هنا هوزح كام على كام part يبقى من هنا يطلع لي بكام تمام جميل طب بعد كده قال له والله شوف فيها الفرست ياخد كام والثير دي كام فاقول له من هنا هابني كده هو الفرست share يبقى من هنا الفرست يبقى يرجع first share equal هو الاولين هياخد one part يبقى one multiply one thousand يطلع لي كام قال one thousand le طب جميل بعد كده عايزين من قال second يبقى من هنا second share equal كام قال هياخد two parts يبقى two multiply one thousand يطلع لي كام بالاخير قال هياخد five parts بقول له من هنا third تمام third share equal كام قال هياخد five parts بقول له five multiply one thousand يطلع لي كام وقول له five thousand two thousand le تمام كده شباب نروحي اللي بعد ه كبسنا البعض كده عندنا هنا number six بقول three persons shared seven thousand two hundred le in the ratio of three two four to five فبقول لي calculate the share of h1 اه دي نفس اللي فاتت بالزبط هوزع seven thousand two hundred على مين على الثلاثة دول يبقى اول حاجة اجيب له مين sum of all parts يبقى اوله من هنا sum of all parts equal ايه هقول له اجمح هم هيبقى plus four plus five three four seven seven five اطلع لي twelve parts انا عاوز اعرف the value بتاعة part يبقى من هنا the value of each part each part equal وانا اوزع كام على كام part ال وقتين نعملها بال calculator يبقى بقول له من هنا seven thousand two hundred divided by twelve يطلع لي بكام بقول له من هنا equals six hundred ال ايه تمام جميل طيب يا سيد بعد كده انا عاوز اجيب مين كل واحد من هنا هياخد كام فاقول له من هنا على طول كده تمام وياخد كام اللي بقوله three multiply six hundred يطلع لي بكام اللي one thousand eight hundred ال ايه طب تمام share هياخد كام اللي هياخد ممكن تعملها بالكالكلة لو مش عارف تعمل multiply اخد وحطوهم فال right side يدينا بعد اللي بعدها اخر واحد اه 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 كام قال له الله ده يطلع لي بكام قال لي شباب او ثانية اه ماشي يطلع لي ثانية اه فعملنا كده ازاي نروح للي بعد او ثانية كده احنا عندنا من هنا ده اخد كام ده اخد كام ماشي مزبوط كده نروح للبعده كوصي اللي بعد كان عندنا هنا بيقول لك ايه بقول سام ونبيل ومحمود او بص يا ابن او 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 عاوز يعرف كل واحد اخد ايه من الزيادة دي او المكسب ده هقول سهل وبسيط اول حاجة هو انا عندي هنا الاولان اخد ثري بار الثاني فور الثالث فا وهوزع ثري هاندر سيكس ستي سي 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 عليهم 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 يبقى يبقى الاول اجيب لهم هم كلهم هاياخدوا كم بارت يبقى اقول من هنا اول حاجة كده sum of all parts equal ايه هقول ثري plus four plus five يدينا كام اللي 12 يبقى من هنا 12 part انا عاوز اعرف الpart الواحد بكام لان ده ياخد ثري parts وده four وده five يبقى من هنا the value the value تمام of each اقول the value of each part equal هو انا اوزع الprofit كام 360 thousand يبقى هنا 360 thousand divided by mean divided by 12 وقتين اعملها بالكالكليات يبقى 360 thousand divided by 12 اطلع لي بكام 30 thousand يبقى من هنا equals 30 thousand l e تمام جميل طيب يسيد انا كده اخذنا مين او والله عرفنا ان الواحد بس سياخد اول part الواحد بكام عاوز اعرف سام ونبيل ومحمد او محمود فقولوا عندنا من هنا اول حاج كده سام اكوال كام قالوا والله ده هياخد عندنا هنا لانه هو الجاي الاول يبقى يطلع لكام شير هو هياخد كام اللي هياخد four parts بقوله four multiply thirty thousand تمام ايكوال زي كام اللي طلع لي one hundred twenty thousand ال اي ولو مش عارف تعمل لها multiplication قلت لك اعملها بالكالكيليتور اخر واحد محمود زي شير يبقوله من هنا محمود شير ايكوال كام اللي هو هياخد five parts بقوله five multiply thirty يطلع اللي كام قاله والله يطلع عندنا من هنا one hundred fifty thousand ال اي فعملناها كده ازاي شباب نروح للبعده كوستن البعد كده عندنا هنا number eight بقول اي 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 او اي بص يا ابني انا قلت لك لما يجيب لي واحد عن الثاني او حد بيزيد عن الثاني هنا في difference الاسهل عن طريق مين اللي عن طريق ال ratio يبقى عندنا من هنا هي دي هتوزع الفلوس على مين ال three parts يبقى عندنا من هنا يبقى في عبارة العبارة عين او ال الثاني هو الاولاني بيزيد عن التالت يبقى انا اعمل الاولاني مينس التالت فيبقى ون يطلع اللي بكام. قليلت بتري. هو بيزيد عنها بكام قليلي بني هندرد. يبقى حط الétحت. يبقى التخلص. والباقي بقى عاوز pergi تجيب لبحث والثيريد. هيبقى ب كم? رأي له هاجيبها من هنا اقول له اللقصاتها بيكون في الديلميناتور. اللقصاتها فوق يبقى ثريها تكون في الديلمينتور. يبقى قلعد له من هنا على طول كده. ارجع. يبقى قلعد له من هنا. تمام. مين اقول له الفيرست شيء? نكتيب له. أول شيء أهو. طيب واقوله إيكوال إيه. يلا قلنا اللي وصدها في الدينمياتور يعني الثري في الدينمياتور. الاتنين التانيين مع بعض في النمياتور يعني four multiply nine hundred. يدينا كما تنعملها بالكالكيلياتور يا عام. اهو. هاتننا عامل فراكشن. تنها إيهلو هنا ادي فراكشن. اقوله four multiply nine hundred over mean over three. يطلع لي بكام? قال لي point thousand two hundred. يتباوله equal one thousand two hundred. تمام? طب بعد كده عايزين مين? يباوله من هنا كده. ده مجهول يبقى اللي وصده في الدينمياتور يعني الثري هتكون في الدينمياتور. برضو نفس النظام كل اللي هتغير معي هي ratio بس الفور والتو والون. فقوله عندنا يبقى عبارة عن two multiply nine hundred over mean هقول له over three وتن عاملها بالكالكيلياتور. اهو. يبقى تنعيله من هنا. بدل ما هي four? هتبقى عبارة عن مين? هقول له عبارة عن two. وقول له equal. طلع لي بكام? قال لي ب six hundred. بقول له equal six hundred ال اي. طب الاخير معنا هيبقى third share. يبقى له من هنا. تمام? third share equal. بتن عاملها بالكالكيلياتور. اقول له added دينمياتور three. واقول له one multiply nine hundred. يطلع لي بكام? قال يطلع عندنا من هنا three hundred ال اي. عمنا كده ازاي? نروحين للي بعده. كده بعد كده عندنا هنا number nine بقول لك ايه? عمر aims twice as much as خالد. if the sum of their wage is 66 thousand le what is the wage of for each of them? طب بص يا ابني. عندنا بقول لك عمر بيكسب عد خالد مرتين. يعني لو احنا عندنا خالد مثلا بياخد one. يبقى عمر هياخد كام? الا ادو مرتين. يعني هياخد two. بس. يبقى احنا عندنا هنا ده هياخد two parts وده هياخد one part. يبقى هم اللي تنين هياخدوا كام part? اللي three parts. يبقى من هنا اول حاجة كده. sum of all parts. طيب. sum of all parts كام? قالوا والله ده هنا two plus one. يطلع لكام? قال three. يبقى عندنا three parts. يبقى ال part الواحد بيكام? هقولوا والله هنا يبقى the value. the value. تمام? of each part equal. the value بتاعت ال part الواحد. قال لي ده انا هوزع three hundred sixty عليهم على three parts. بقولوا three hundred. او thirty six. يطلع لي بكام? قال لي بتولف? thousand. طيب جميع. احنا عندنا بقى عمر بياخد كام? قال لي اتنين الدخال. بياخد قد مرتين. يبقى عمر هياخد كام part? قال لي two parts. يبقى اقول له من هنا عمرز. او عمرز. share equal كام? قال لي هاخد two parts. بقول له two multiply twelve thousand. يطلع لي كام? قال لي طلع لي من هنا عندنا. twenty four thousand. ال اي. طيب احنا عندنا من تاني قال لي? ايه خالد. فقول له من هنا خالد. اقول له كده خالد. share equal هو ياخد كام? قال لي هاخد عندنا هنا one party. بقول. one multiply twelve thousand. ايه كوالز كام? اللي اطلع لي من هنا. ايه? تعمل كده يا شباب? تعمل ازاي? نروح للي بعدها. اللي بعد عندنا هنا بيقول لك ايه? if the ratio among three side lenses of the triangle. بقول لي with the perimeter of one hundred thirty five سنتيمتر. فبقول لي. the lens of the longest. او the lens of its longest side. يعني احنا عندنا يا ابني هنا مديني ال ratio ما بين بتاعة بتاعة هي عبارة عن كام? قال لي seven to five to three. ومديني ال perimeter هو عبارة عن one hundred thirty five سنتيمتر. عاوز اكبر side فيهم هيبقى بكام? اقول له ثانية. انا عندي من هنا دولة يا ابني. هو يعني ايه ال perimeter? قال لي ال perimeter يعني sum of all sides. sum of all sides الله. يعني هاجمع دهم. هاجمع دولة دولة دول مش معناها منها لما اجمعهم مديني ال perimeter. انما لما اجمع ال ratios هيطلع لمين? ال parts. يبقى انا عندي من هنا ده seven parts. وده هياخد five parts. وده هياخد three parts. يبقى انا عندنا من هنا كل واحد هياخد كم part? قال لي ده five. ده seven و five و three. فالكبير اللي هو seven parts. طيب ال part الواحد بكام? انا مش عارف. يبقى الاول اجيب لك ده sum. قال له من هنا sum of all parts equal. وقتيني جميع هم اقول له seven plus five plus three. بلاس five twelve plus three. دينا يبقى انا بقول له ده طلع لففتين parts. يبقى ال part الواحد بكام? اقول له والله هيقسم ال one hundred thirty five على الففتين. يطلع لل part الواحد بكام? يبقى اقول له من هنا the value of each part. تمام? ايكوال. value of each part بكام? ال one hundred thirty five. قسمها على مين? قسمها على الفتين. وقتيني اعملها بمين? بالكالكولاتور. بقول له من هنا one hundred thirty five divided by fifteen. يطلع لبكام? قال له اطلع لب nine. يبقى من هنا equals nine. يبقى ال part الواحد طلع لبنين ايه? اولو nine سنتيميتر. تبا انا عاوز من هنا مين? قال له والله انا عاوز. يبقى اقول له من هنا. اقول له كده. اقول له كده. ايكوال ايكوال ايه حبيبي? قال له ده هو فيه كان part قال له seven parts لانه الكبير. يبقى اقول له equal seven. مالتبلاي. ال part الواحد بكام? اللي بنا يقول له seven multiply nine يطلع لسكستي ثري سنتيميتر. نروح للبعده. اللي بعد كده عندنا هنا number eleven بقول لك ايه? three persons invested in a business. the first invested fifty thousand الاي. the second invested forty thousand الاي. the third invested thirty thousand الاي. at the end of the year the profit was or the net profit was thirty thousand الاي. calculate the share of each profit. او each person on the profit. او three persons. وكل واحد التلاتة دخلين في اتجارة. كل واحد دفع مين? قالوا والله كل واحد فيهم دفع مبلغ. وفي اخر السنة كسبوا thirty thousand. ايه زارك كل واحد منهم اخد ايه? من ال profit دي. اقول له سانية. احنا عندنا من هنا مش اقول له هنا اول حاجة. اول حاجة. لففتي تاوزن. بالماني. والتاني دفع كم قال لفورتي بقول له فورتي تاوزن. والاخير دفع كم قال ل ثارتي بقول له ثارتي تاوزن. باس جميع. انا من هنا جبتي ما بينهم او جبتي لا. ده انا هنا عاوز ابسطها عشان اعرف كيب البارس. تمام تمام طيب يا سيدي. هقول له ده هنا ففتي تاوزن. 40,000 و 30,000 أنا ممكن أعمل divide by cam دي نفقة 4 zeros وهنا 4 zeros وهنا 4 zeros يبقى ممكن أعمل divide by 4 zeros بس ما كتمش divide by 4 zeros أموال أزود 1 يعني كأنها وأعمل divide by 10,000 فمن هنا عبصة ألاقي ان الـ 4 zeros دهم راحوا مع الـ 4 zeros ده لو أنا قلت له 50,000 divide by 10,000 عملتها بالكالكليكوليتر يطلع لـ 5 فأنا أقول لك من هنا الـ 4 zeros بيروح مع الـ 4 zeros على طول يبقى الـ 4 zeros يروح مع الـ 4 zeros يتفضل لي مين؟ اللي تفضل للـ 4 يبقى أنا هنا جبت له كم part قالوا والله يطلع لـ 5 parts و 4 parts و 3 parts يبقى من هنا التوتل بتاع الـ parts كلها كام؟ هقول له 5 plus 4 plus 3 بس يبقى له عندنا من هنا sum of all parts دي أسهل معي equal كام؟ plus 4 plus 3 يطلع لكام؟ حين الأولاني أخذ 5 parts والتاني 4 parts والتالي 3 parts أنا أريد أن أعرف part الواحد بكام؟ قال لي أسمي 30,000 الـ profit على 12 parts يبقى أقول له من هنا the value the value تمام؟ of each part equal كام؟ قالوا والله عندنا من هنا 30,000 تمام؟ وقتين نعملها بالـ calculator يبقى أقول له من هنا 30,000 the value and divide by 12 equal to 2500 وقال له equal to 2500 تمام؟ ده الفالي بتاع الفارت الواحد first بقى share هياخد كام؟ اقول له والله إبقى إحنا عندنا من هنا first share ركز معا كده قال له من هنا first share equal first share هاي الاولاني هياخد كام؟ اقول له والله هياخد five parts five multiply two thousand five hundred بقى الصورتين نعملها بالـ calculator بقول له five multiply two thousand five hundred يطلع لي كام؟ قال له twelve thousand five hundred بقول له equals twelve thousand five hundred l-e طب الثاني هياخد كام؟ هقول له من هنا second share اقول له equal هاخد كام؟ قال له four بقول له four multiply two thousand five hundred يطلع لي كام؟ قال له ten thousand l-e بالـ طب الثاني هياخد كام؟ قال له هياخد three parts بقول له three multiply two thousand five hundred بقى ياخد multiply two thousand five hundred يطلع لي بكام؟ قال لب seven thousand five hundred l-e طب كده شباب نروحوا للي بعده كل سنة اللي بعد كده عندنا هنا number twelve ده الشبه اللي فات بس الفرق ان التاني كان profit كان مكسب انما ده عبارة عن lose او خسارة فهنا بقول لي ياسر ومازن ومصطفى مصطفى دفع كام؟ قال three hundred fifty بقى يعني هما والله يطلع لهم خسارة كام؟ ايه؟ عاوز يعرف كل واحد خسر قد ايه؟ من المبلغ غلي معه بس عمناك كده ازاي؟ طب جميل اقول له اول حاجة يا ابني اقول له عندنا من هنا اقول له مازن او ياسر تو مازن تو مصطفى يبقول له عندنا من هنا ياسر وقول له تو مازن تو مصطفى او ياسر دفع كام؟ قال ل four hundred fifty وقول له تو مازن دفع كام؟ قال ل two hundred fifty بدت two hundred fifty thousand ومصطفى دفع three hundred fifty thousand اقول له اولا انا ممكن اجيب مجموعة البارس بتاعهم اجمعهم كلهم بس دول اعداد كبيرة ممكن اعمله انا عندي هنا ديفا فور زيروس وهنا ديفا فور زيروس فور زيروس لا بنا اعمل ديفايد باي الزيروس الاقل يبقى اقول له Though ديفايد باي ترو ديفايد باي مين قالت الباي هنا نفس النظام اقول لفور زيروس يروح مع الفور زيروس وتفضل مين قال لثيرتي من هنا دي فورتي فايف وثيرتي الثلاثة ممكن اعملهم مين قال لفايف اسهل على نفسي كمان اعمل لها سمبل في اكتر فقول لفورتي فايف بطلع لي مين قال لب نايم تونتي فايف بطلع لي بفايف ثيرتي فايف بطلع لي بكام قال لب سكس كده جبتها هنا في السيمبل اسطور بقى عندي من هنا نايم بارس وفايف بارس وشكس بارس يبقى قول له من هنا على تول كده الـ sum of all ارجع قول له sum of all parts هي بقى عبارة عن 9 بلاس 5 بلاس السكس تب نايم بلاس 5 بيدينا 14 فورتين وسكس قال لطلع لي 20 بقى عندينا من هنا 20 من 20 بارس تبقى ناعدى عاولي part الواحد بكام اللي عاولي عاولي part من اللوس او من الخصارة اقسم الـ 80.000 على 20 بارس يبقى قول له من هنا ويقسم الخسارة كام قاله والله 80,000 بقوله 80,000 divide by mean divide by 20 من هنا تلنعملها بالكالكليلات رأقوله الزير ويروح مع الزير فتضلي هنا 3-0 سأحطهم في الright side وقاله 8 divided 2 يطلع لي 4 يبقى الpart الواحد طلع لي كام مش عارف أعملها بالكالكليلات أنا عاوز هنا قاله والله كل واحد من دهم تضمت الحصة بتاعته بكام فأقوله من هنا أول واحد كل واحد هياخد كام فأقوله من هنا ياسرز ياسرز وياسرز ده كان فيه كام قال لي نايم يطلع لي كام قال لي حط ونايم يطلع لي كام قال لي 36 يبقى نديرها هنا 36,000 الين طب اللي بعده قال لي مازن فأقوله من هنا مازنز share مازنز share ويطلع لي بكام قال لي فعبناها كذا ازاي نروح اللي بعده بعد كده عندنا هنا كويتشا number 13 بقول لي شيماء وهاقر وعيشها invested in a business شيماء invested 120,000 الين هاقر invested 110,000 الين عيشها 130,000 الين at the end of the year هاقر share of the profit هو مديني هنا النسبة بتاعت مين اللي بتاعت هاقر بس of the profit 66,000 الي calculate the share or each of share 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 of the profit هو هنا عاوز يعرف كل واحد من عيشها وشيماء اخذ قد ايه هو هنا مديني الprofit بتاعت مين اللي بتاعت هاقر بس يبنا من هنا بابا هاعمل ratio اقوله هنا شيماء اقوله الاول شيماء to هاقر تمام to مين هاقوله to عيشا طب جميل ها شيماء دفعت كام قاله والله هاقر من هنا هاقر دفعت كام قاله 100 تاني بقوله to 110 والاخرة دفعت كام قاله 130 تاوزن جميل جميل طب جميل احنا عندنا من هنا يبني وكل واحد دفعت ما بلق صح اه طب انا هنا عايز اجيب الرشيو ما بينهم هاقول والله هديت ممكن اعمل لها divide by cam هنا في 40 و40 و40 يبقى ممكن اعمل divide by 40 وقالت لك ازود على 40 1 عشان ايبن عميل 12 1000 12 1000 12 10 2000 اطير 40 مع 40 تفضلي من هنا 12 هنا اطير 40 مع 40 تفضلي 11 طير 40 مع 40 تفضلي 13 جميل جميل اللي بانا كده جيبت الرش ما بينهم طيب يا عسل هو انا دلوقتي ميدين البروفيت بتاعت مين اللي هاجر يبقى بحط 66000 تحت هاجر 66000 تحت هاجر فضلي مين قالوا والله فضلي عيشها وشايماء خلص يا سيدي بقى كده سهل اعرف حل لها هقول له من هنا شايماز شير اعرفها منين اول يا باب هنا اللي اتنين دول معروفين يبقى بقول له والله عن طريق المقص دي اللي وصدها في يبقى بقول له من هنا على طول كده تمام اقول له الل!!! هيقول له اللوصاتها في اللوصاتها هنا مين يبقى بيرجح تاني اقول له اللوصاتها هنا ال find ال定ماراة الين التانيين مع بعض في النمارة يا بقى هقول له 66000 بس رسيت وتين نعملها بالكالكلياتور بقول لهم لحنا الدفراجشن واقول له ١٠٠٠٠٠٠٠ تطلع بكام? قال ١٧١٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٢١٠٠٪٢٢٠٠٠٠٠٢٠ l-e من الممكن من القول الله عيشها؟ عيشة شير بقوله equal هنا دي اللي مجهولة ما عرفهاش اه يبقى الوساطها في الديلميناتور يبقى ال 11 هتكون في الديلميناتور الاتنين التانيين نعمل له multiply في النمريتور هيبقى عبارة عن 13 multiply 66 multiply 66 thousand وتنعملها برضو بالكالكيليتور يعني هي هيها بدل التول فهتبقى عبارة عن مين قال لي 13 وقوله equal بلعلي مين قال بقوله من هنا equal 78 thousand تمام الاي فعملها كده ازاي شباب يا رب تكون وسط لكم نروح اللي بعده قوشن اللي بعد كده عندنا هنا بقولك three persons invested in a business طيب فبقول لي it's capital is five hundred thousand الاي يعني اي it's capital يعني راس مال البزنس اللي هما كانوا عاملينه يعني هما التلاتة دفعوا مبلغ five hundred thousand الاي هما التلاتة دفعوا خمسمائة الف فبقول لي هنا the first invested two hundred thousand والتاني دفع كام اللي one hundred twenty والتالت دفع كام اللي the remaining الباقي يبقى انا عاوز اعرف اللي التالت ده دفعت ديه اللي ده لو لاينا دفع two hundred وده دفع one hundred twenty اجمعهم مع بعض اللي بقى three hundred twenty يبقى احنا عندنا عايز اعرف التالت دفع كام اقول والله يبقى five hundred اناقص منها three hundred twenty يطلع اللي هو مين اللي التالت دفعوا تمام كده قال لي تمام at the end of the year the first person share one share بقول لي if the profit was sixty thousand يبقى من هنا طلع اللي قال لي ان الاولاني في المكسف بتاعه sixty thousand عاوز مين اللي عاوز التاني والتالت بقول لي calculate the second and the third share of the profit طيب يا سيدي جميل اقوله من هنا عندنا الفيرست واولا نجيب له third share اجيب له الحصة بتاعتي الثالث in the capital يبقى اقول لي عندنا من هنا the share اقول له كده the share تمام of the third the third person in the capital اقول له كده in the capital اقول له والله ده هي عبارة عن five hundred هنقص منها مين ال five hundred thousand هنقص منها مين ال five hundred thousand هنقص منها مين قال له والله هنقص منها two hundred تمام thousand وهنقص منها كمان one hundred twenty بس يبقى تنعمل قوس كده وقول له five hundred thousand minus two hundred thousand مينس مين او بلاس مين one hundred twenty يطلع لي بكم ال one hundred eighty thousand اللي اي يبقى التالت دفع one hundred مين ال one hundred ايتي هنا بقول لك خلي بالك at the end of the year the first share of the profit ماكسب الاولاني كان 60 thousand هقول له الاول يا ابن طلع لي الرشيو اللي ما بينهم the first to second to third يبقى اللي عندنا من هنا طب جميل الفرست كان دفع كم قال له الله يا ابن كان دفع two hundred thousand بقول له عندنا من هنا ادي two hundred thousand طب اقول له two second كان دفع كم ال one hundred twenty thousand والتالت كان دفع one hundred eighty تمام thousand بس يسيد بعد كده انا ممكن اعمل هنا divide by مين ممكن نعمل هنا هنا دفع zero 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 10 divided by 2 يطلع لي 10 12 divided by 2 يطلع لي 6 عندنا من هنا 18 divided by 2 يطلع لي 9 عندنا من هنا في 10 parts و 6 parts و 9 parts يبقى من هنا سيد اقول له من هنا مجموعة parts او هقول لك ثانية هو هنا كان مدين الprofit بتاعت مين الprofit بتاعه يبقى حطناها تحت ال first واقول له من هنا مين 60,000 تحت ال first تمام تمام اقول له 2 2 انا مش عارفه و 3 انا مش عارفه بس سيد كده بعد خلاص تتحلي المسألة يبقى له من هنا seconds share هجيبها منين اقول له والله اللقصاتها بيكون في الدنميناتور يعني التن هتكون في الدنميناتور يبقى له عندنا من هنا كده seconds اهو تمام seconds share equal وقتين اعمل fraction اللقصاته التن في الدنميناتور الاثنين التانيين اعمل له multiply مع بعضة في النمريتور يعني عبارة عن 6 multiply من 60,000 يبقى له من هنا عبارة عن 6 multiply 60,000 هبصى لها الزيرو وروح مع الزيرو تفضل عندنا هنا three zeros احطوهم في right side واقول له six multiply six يدينا 36 يبقى 36 مين بقى 36,000 ل جميل طب يا سيد عايزين نجيب مين ثيرد شير ثيرد شير ثيرد شير هقول له اللقصاتها في الدنميناتور يبقى له من هنا ثيرد شير equal بقى هنا عامل fraction اللقصاتها التن في الدنميناتور الاثنين التانيين اعمل لهم multiply مع بعضة في النمريتور هيبقى عبارة عن التن nine multiply 60,000 يبقى له nine multiply 60,000 هبص له عندي من هنا الزيرو يروح مع الزيرو الاخير يتفضل من هنا three zeros وحطوهم في right side والن nine multiply six يطلع لي يبقى طلع لانصر طلعت لي كام كده شباب نروحين لبعده كل شيء بقى كده عندنا هنا number fifteen بيقول لي ايه تمام تمام بقول لي بقول لي هنا طب بقول لي هنا if the difference between their shares is three hundred find the share of each طب يا سيدي جميل اول حاجة هنا هقول له ايه هو من ديني يا ابني هنا بيقول لك الاولاني اخذ ال half بتاع مين ال second تاع التاني يبقى احنا لو عندنا first تمام لو احنا عندنا هنا the first وهنا two the second واقول له هنا two مين ال difference ال sum هقول لي هنا بيقول لي the difference between their shares is three hundred يبقى هنا هستخدم the difference يبقى هنا هقول له two the difference تمام جميل طب يا سيدي هو الاولاني اخذ مص التاني يعني لو الاولاني اخذ one يبقى التاني هياخذ مين two ادو مرتين the difference ما بينهم هقول له two minus one الي دينا one طب ال difference كان ما بينهم كام three hundred يبقى three hundred تحت هنا في ال pound او تحت هنا مين تحت في المني اللي هنا وقول له من هنا يبقى first ده انا عاوزه والساخن ده انا عاوزه بس يا سيد فاقول له من هنا يبقى first share اقول له من هنا first اقول له كده first share equal هقول له يا ابنان عايز اجيب مين اللي first اللي اصاده بيكون مجهول او اللي اصاده بيكون في ال terminator اللي اصاده هنا يبقى انه عامل fraction كده واقول له ال one الاثنين التانيين multiply مع بعض في النمريتور يبقى اقول له one multiply three hundred فone multiply three hundred تلع اللي بكام three hundred three hundred l e تمام جميل طب بعد كده عايزين نجيب مين هقول له seconds فاقول له من هنا seconds تمام seconds مين share equal طب لتنا عامل fraction او ده ما قول اه يبقى لو اصاده في ال terminator يبقى ال one في ال terminator دينا التانيين multiply مع بعض في النمريتور هيبقى عبارة عن two multiply three hundred طب لتنا عاملها بالكالكليتور او اللي two multiply three hundred يدينا six hundred l e six hundred من اشباب l e تمام فامناك ده ازاي نروح اللي بعده بعد كده عندنا هنا question number 16 بيقول لي an amount of nine hundred sixty l e were divided between two people in the ratio of three to five فبقول لي هنا which of nor and maram اسمها follow the correct method of the solution we'll discuss فمديني هنا يا ابني ده حل nor وده حل maram عاوز اعرف مين هنا الصح وقولك discuss يعني ناقص شوف الحل من هنا مين هنا اللي هيبقى صح ومين الغلط اقول اول حاج انا عشان اجيبها انا لو انا حبيت اجيبها هجيبها ازاي اقوله والله او عندنا من هنا اقوله ادل first two second two مين هقوله two total طب الفيرست كان كام قال three والsecond قال five ايه total بتاعهم اقوله nine hundred and sixty طب جميل اول total بتاعهم ايجمع ايجمع الاول ايجمع الاول ايجمع الاول بعد كلها اقوله عندنا من هنا مين قال والله هم التوتال اللي انا هوزعهم كام على nine hundred and sixty واقوله من هنا واقوله هنا ادل first انا لو حبيت اجيبه هعمل ايه هقوله والله المجهول ده اقوله equal اللي اصاده بيكون في الدلميناتور يعني ال eight هتكون في الدلميناتور تمام الله بعد كده اتنين multiply في النمريتور يعني three multiply nine hundred and sixty three multiply nine hundred and sixty جميل الله طب من هنا اللي طلعتلي نفس الحال قال ده نور مطلع علي انه الاولان بياخد three over five multiply nine hundred and sixty انما مرام مطلع علي مين قال three over eight three over eight multiply nine hundred and sixty لا يبقى حل مرام هو اللي صح لانه طلع علي زي ما انا حلاله تعلم كده يا شباب فعناها ازاي ونكتب له بقى مين الانصر اللي هي دي نروح للبعدة اللي بعدها عندنا هنا number seventeen خلي بالك معايا عشان ده كوستر مهم بيقولك ايه قولك if middles are made of bronze يعني عندنا الميدليات اللي هي اللي هي البرونزية قولي alloy consisting of three metals cover wheat and zinc in the ratio of one over five one over eighteen one over forty five فبولي given the mass of the one model او one middle او four hundred twenty five جرامس كالكليت the mass of each three metals طيب بص يا ابنه هو مديني ان احنا عندنا الميدالية البرونزية اي ميدالية عندنا بتكون اي ميدالية بقى سواء برونزية وهنا الميدالية البرونزية عموما يعني بتديلي وزنها كام 425 جرامس بتتكون من ثلاث معادن ايه هما الكبر والتين والزينك وكل واحد منهم لريشو معينة فانا من هنا عاوز اعمل ايه قال له والله عاوز اعرف كل واحد من دهمت هياخد ايه او وزنه هيكون في الميدالية اللي عندي ايه فانا من هنا هعمل ايه اقول له والله احنا عندنا اعملها عن طريق الريشو اقول له الكبر two ten two zinc بس بقول عندنا من هنا كبر تمام two ten two zinc طب جميل بص يا حبيبي فواحنا عندنا من هنا الكبر كان كام one over five والتين كان كام one over eighteen والزينك كان كام one over four hundred forty five only طبعا هنا ممكن اجيبها مين هقول له والله two total بس كده الله بس كده وقتني جميعهم مع بعض اجيب له بص يا ابني لما كانت في المسائل اللي فاتت مثلا زي دي كان بيبع عندي هنا او مثلا ناخد مسألة تانية زي فين يا ربي زي فين مسألة تانية يكون فيها total مثلا هنا كان عندي مثلا difference فانا هنا كنت بقول له two minus one تمام قال لي تمام هنا هيكون عندي total فانا عندك ده whole number وده whole number فكنت بعمل المؤسسة على طول تب المرادة عندي مين قال لي المرادة عندي ratio عندي fraction اعمل ايه؟ قال لي لا يبقى طرح ما عندي fraction اجمحه مع الكالكيليتور يا عسر يبقى اني جايب الكالكيليتور كده وقتني يقول له one over five وقال له هنا plus وقتني عمل fraction تانية وقال له من هنا one over 18 وقال له plus وعمل fraction تالية اهو وقال له one over 45 يطلع لي بكام؟ اللي يطلع لي five over 18 يبقى لما جمحت كلهم طلع لي five over 18 طب يا سيدة وكمت دين التوتال بتاعهم التلت معادن دولار لما جمحتهم الدني كام 425 يبقى بحطي هنا 425 وخلي بقى لك كله عندنا هيبقى باستخدام من الكالكيليتور مش هنعمل حاجة تانية اكتر من كده فإحنا عايزين نجيب من الكابر يبقى من هنا الكابر ركز بقى معي equal وقت هنا عامل ايه؟ طب الكابر equal ايه؟ هقول له يا ابني ده مجهول اللي قصاده بيكون في الديلميناتور اللي قصاده فوقه اللي هو five over 18 يبقى لنا عاملها تحت فيه الفراكشن اللي تحت يقول له هنا five over 18 الاتناني التانيين يعمل لهم multiply في النمريتور فابقى عبارة عن مين؟ العبارة عن one over five multiply four hundred twenty five يقول له من هنا one over five multiply four hundred twenty five بس وقت هنا عاملها بالكالكيليتور يطلع لي كام؟ اهو يا سيد يبقى لنا عامل فراكشن وهتنى عامل فراكشن تاني في ايه؟ اللي فوق اقول له one over four او one over five معلش احنا كاتبين هنا four لا هي one over five واقول له multiply four hundred twenty five over تحت وهتنى متكة فراكشن واقول له كام؟ five over eighty وهتكة ايه؟ والابصة يطلع على كام؟ ال three hundred six احنا عندنا من هنا دي اقول له دي طب عبارة عن one over five وطلعت لي كام؟ ال three hundred six جرام تمام؟ طب جميل عايزين نجيب مين؟ ال ten زيها equal والتنى عاملين فراكشن اقول له يالله يا سيد اللي قصاده بيكون في الدلميناتور يعني عندنا five over 18 في الدلميناتور اهو ده مجهول اللي قصاده five over 18 تمام؟ تمام هي هتب بقول لها هي هي انا قلت لك كل بتغير الرشي لفوق بس one over five one over 18 one over forty five فقول له من هنا بقت عبارة عن one over 18 multiply four hundred twenty five بس وقت نعملها بالكالكلياتور بقول له من هنا كل ده اهو وقت نعملها بالكالكلياتور بدل ما هي one over 18 لا يا سيد نخليها من؟ او one over five نخليها one over 18 تطلع لي بكم قال له 85 ببقول له من هنا equals 85 جرامز طب يا سيد اللي بعدها عندنا مين تاني قال له والله عندنا زينك يبقول له من هنا زينك equal زينك equal زينك equal وتنى عامل فراكشن تمام؟ ارجح تانى زينك equal وتنى عاملين مين تنى عاملين فراكشن طب جميب فراكشن اللي انا هعمله هقول له تحت المكتوب مين قال له 5 over 18 مبارده زينك هقول له 5 over 18 الاثنين التانيين multiply مع بعض في النمرياتور ما هذا المكول اقول له الاثنين التانيين هيبقى one over 45 multiply فوق مين هقول له multiply 425 بس وتنى عاملها بالكالكلياتور بقول له من هنا بدل ما هو one over 18 نخليها one over 45 ثلاثة لي كام قال 34 بقول له من هنا equals 34 34 ايه جرامز عامل كده شباب نروح اللي بعده كوشن اللي بعد كده هنا بقول لك ايه بقول لك يا ابني دي مسألة توزيع ورثة يعني فبقول لك عندنا من هنا يعني الراجل مات وتوفى ومدنا هنا مين قال له مدنا هنا سروته عبارة عن يعني هو ساب الone hundred fifty ده هي وزحها على زوجته وولدين لي صبيان two sons one daughter وبنت واحدة فبقول لي فبقول لي هنا فبقول لي هنا and the remaining some distributed by among of his children or among his children يعني زوجته خدت ثمن المبلغ والباقي توزع ما مين قال لي ما بين اولاده فبقول لي what is the share of each son and the daughter considering the ratio of a son and the two daughter is two to one طيب بوس يا ابني اولا هو مطلع لمين قال له والله قال له زوجته خدت ثمن المبلغ طيب ثمن المبلغ مين قال له والله يعني يعني كأنه عبارة عن one over eight المبلغ كله on one hundred fifty thousand بقول له multiply one hundred fifty thousand بقى الساسية وقتين نعملها بالايه بالكالكلياتور بقتين نعيله من هنا كده fraction واقول له one over eight multiply واقول له one hundred fifty thousand واقول له equal طلعت لي بكام ال eighteen thousand seven hundred fifty هنا كان في زير بقول له equal من هنا eighteen thousand seven hundred fifty ده مين قال لي ده اللي زوجته اخدته كما نعاوز الباقي اللي باقي مين قال لك اللي باقي الفلوس الباقي اتوزعت على مين قال له والله distributed among his children يعني الباقي اتوزع على مين على اولاده طب الباقي كام هقول له والله ده كان معا one hundred fifty وأنا أصلا منهم ال eighteen thousand دولار يرفضل لي كام يبقى له من هنا one hundred fifty thousand تمام minus eighteen thousand seven hundred fifty وقتين نعملها بايه بالكالكلياتور يبقى له من هنا one hundred fifty thousand two hundred fifty تمام تمام يا سيدي جميل كده احنا جبنا الباقي اللي باقي هتوزع على مين قال لي على الولدين على two sons والone daughter هو مديني هنا ان ال ratio ما بين sun الواحد وال two daughter قال لي two to one طب احنا يا مستر دلوقت هنكتب مثلا هنا sun تمام يعني احنا عندنا هنا sun two daughter جميل طيب sun بياخد two the daughter قال لي بتاخد one طب احنا عندنا دلوقت لو انا حبت تجيب sum of parts اقول له عندنا من هنا sum of parts طيب sum of parts هيبقى بديه هقول له ثانية واحد هقول لي two plus one هقول له ثانية يا حبيبي ده ده لما يكون two plus one ده ولد واحد وبنت اه طب احنا دلوقت عندنا ولدين اللي يبقى زود كمان ولد من ده هم هددله كمان two هو كمان يبقى قول له plus two كمان يبقى بعد two one one او two one and two يطلع لي كم قال لي five parts يبقى احنا عندنا المجموح كله كم قال لي five parts عاوز اعرف بقى الولد هياخد قديه والبنت هتاخد قديه فقول له عندنا من هنا sons share اقول له من هنا الاولا اوما طلعت كم part قال لي five parts اطلع الvalue بتاعت كل part بكام يبقى قول له من هنا the value of each part اقول له من هنا the value of each part the value of each part the value of each part equal اقول له والله هو كان هوزح كم قال لي one hundred thirty one one hundred thirty one two hundred fifty divide by mean قال لي five parts يطلع لي بكام قد نعملها بالكالكليات يبقى له من هنا one hundred thirty one two hundred fifty divided by five اطلع لي كام ال twenty six two hundred fifty يبقى له من هنا equal twenty six two hundred fifty l e تمام two hundred million fifty l e twenty six thousand two hundred fifty طب يا سيدي جميع كده احنا طلعنا البارت بكام two twenty six عاوز اعرف بقى الولد هياخد كام والبنت هتاخد كام والبنت هتاخد كام فقول الولد هياخد two parts يبقى له من هنا sons share اقول كده sons share equal اقول له الولد هياخد two parts يبقى two multiply twenty six thousand two hundred fifty باس قد نعملها بالكالكليات اهو هي سيدي يبقى له من هنا two multiply twenty six thousand two hundred fifty طلع البكام قال fifty two thousand five hundred يبقى له equals fifty two thousand five hundred l e تمام يا سيدي جميع احنا اعيزين addotares share يبقى له من هنا addotar till equal ايه يبقى له one multiply two hundred fifty تطلع لي بكام ايه twenty six برضو تم كده شباب نروح اللي بعده كل شيء الي بعدكام عندنا هنا number nine بيقول لك ايه برضو نفس اللي فعل. فبقول لك عندنا من هنا يعني برضو راجل مات وسب صروة عبارة عن 240.000. بقول لك تمام. فبقول يعني برضو نصيب زوجته هياخد مين أو زوجته هتاخد مين أو هتاخد من المبلغ كله. فبقول لك يعني الولد بياخد البيت الوحدة مرتين. فبقول لك انا من هنا هعمل ايه؟ هولا اول حاجة بتاخد كم زوجته من التوتال بتاع المبلغ اللي هو مين؟ قال لك 240. يبقول لك وقت اننا عملها بالكالكليل. يبقول لك من هنا ادي. تمام وقول لك هنا ملتبلاي 240.000. يبقول لك اقل كم؟ قال لك 30.000. يبقول لك من هنا هجيبه من هنا؟ اقول لك من هنا. الريمينينج ده هيبقى كام؟ اقول لك 240 ده ايه؟ هطلع منها نصيب زوجته. يبقى تفضل لي كام؟ قال لك من هنا الاول الصم. ركز بقى معايا كده. احنا عندنا هنا لو قولنا هنا son to daughter. فاحنا عندنا الصم بياخد البيت مرتين. يعني لو البنت بتاخد one يبقى الولد هياخد مين؟ او الصن هياخد كام؟ قال لك هياخد two. تب احنا عندنا هنا دلوقتي يا مصر هقول لك احنا عندنا one son فياخد two parts. طاص احنا عندنا daughter فيه كام واحدة؟ قال لthree daughters. اه يبقى اعمل three parts للdaughter. هيبقى daughter وdaughter وdaughter كمان. يبقى كام؟ قال three daughters. يبقى اقول له one plus one plus one. يطلع لي كام؟ قال لك اطلع لي من هنا كله five. معي two plus three يطلع لي five parts. عاوز بقى son the share. والمين قال له daughter the share. فاقول له من هنا اول حاجة. sons share equal كام؟ قال لك الولد هياخد two parts. بس الاول قبل ما اجيب له son the share. هو انا عرفت الpart الواحد بكام؟ قال لي لا. يبقى من هنا اقول له الاول كده. the value of each part. يبقى من هنا the value of each part. each part. طيب الvalue بتاعت ال each part انا اوزح كام؟ قال لي two hundred ten thousand. يبقى له two hundred ten thousand divided by mean. قال لي divided by five. وقت ان اعملها بالcalculator يبقى من هنا two hundred ten thousand divided by five. يطلع لي كام؟ قال لي forty two thousand. يبقى من هنا equals forty two thousand ال اي. تمام تمام يا سيدة. طيب بعد كده انا عاوز السنزي شير. هقول له بقى الولد هياخد two parts. يبقى له two multiply forty two. يطلع لي بكام؟ او forty two thousand. او forty two thousand. يطلع لي بكام؟ يطلع عندنا من هنا eighty four thousand ال اي. طيب احنا عاوزين مين؟ قال لي the daughter share. يبقى له من هنا اول حاجة. the daughter. تمام? the daughter. او ثانية لا يا عم يرجح هنا. the daughter share. البنت هتاخد كام؟ قال لي البنت الواحدة هتاخد one part. يبقى one multiply forty two. يطلع لي كام؟ او one multiply forty two thousand. يطلع لي كام؟ قال لي forty two thousand ال اي. فعبناها كده ازاي؟ نروح للبعده. question البعد كده عندنا هنا number twenty. بقول لي ايه؟ the length of a rectangle is twice its width. and its perimeter is eighteen سنتيمتر. بقول لي calculate its area. طيب يا ابن احنا عندنا rectangle. خلي بالك بقى معي نجيب لك شكل rectangle اوه. ادي مثلا عندنا نقول ادي rectangle. جميل جميل. طيب ال rectangle اللي عندي ده. قال له والله مديني ان ال perimeter بتاعه عبارة عن ايه؟ قال له عبارة عن 18. طيب هو ال perimeter عبارة عن ايه؟ قال له length plus width plus length plus width. صح او لا لا؟ قال له احنا عندنا length width. ولنس و width. ده كل يديني ال perimeter. هو مديني هنا. in length بقول لي هنا is mean. قال له والله هنا is twice the width. يعني يا ابن twice the width. يعني عندنا width one. يبقى length add one. جميل الجميل. فانا من هنا هعمل ايه؟ اقول له انه ضحسة. احنا عندنا هنا يا ابن اولا في اقول له اولا length. two width. يدينا كام? اقول له length بكام? قال length two. وال width one. طب هما الاثنين مجموحهم بكام? هقول له المفروض هنا two total. صح الله. هقول له two one. يدينا three. طب هما مجموحهم كام صنطي اصلا. اقول له ثانية. هو احنا مش عندنا ال perimeter. equal length plus width plus length plus width. الله. طب ما يسيد احنا عندنا من هنا احنا عاوزين length and width واحدة بس. صح ولا لا الله. يبقى شيل اتنين من دهمة. لو شيلت length and width من دولي يعني انا شيلت مين? ال half بتاع مين? قال ال perimeter. يتفضل length ال 1. طب انا شيلت ال half بتاع ال perimeter. هو ال perimeter كان بكام قال لي ب 18. يبقى ال half بتاعته بكام قال لي ب 9. يبقى من هنا ان length plus width equal 9 سنتيميتر بس. و length plus width تانيين يبقى 9 سنتيميتر. يبقى 9 و 9 يطلع لل 18. اللي هو ال perimeter كل. فانا من هنا انا عاوز اجيب length اهوة يا سيد. يبقى اللوسادو مكهول. يبقى له من هنا length. تمام. equal. اللوسادو قال 3 هتكون في الدينميناتور. الاتنين التانيين اعمل لها multiply في النمريتور فيبقى 2 multiply 9. 2 multiply 9 ب 18. 18 دبايد 3 قال لي طلع لل 6 سنتيميتر. طب عاوزين يجيب بعد كده width. يبقى له عندنا من هنا width equal. الwidth اهوة ده يا سيد اهوة ده يا سيد اهوة احنا كده اجيبنا length و width اهوة عاوز الarea. يبقى له الarea equal. equal length multiply width. طب يا سيد اللينس بكام قليب 6. multiply width يدينا كام قليب 3. ف6 multiply 3 طلع لي بكام قليب 18. واقول له 18 اهوة ده ده كان بالسنتيميتر. اه يبقى له ده عبارة عن square centimeter. لان الarea بتيبقى بقى يا شباب بالsquare. تمام؟ نروح للبعده. كل سيد بعد كده عندنا هنا number 20 وان بقول the sum of the cube of a cube point's edge lens is 1440 سنتيميتر. but given that the dimension of the cube point R in the ratio of 3 to 4 to 5. بقول اللي calculate its volume. طب جميع. بصي حبيب معاه هنا. وهنا مديني مين والله sum of each من ال edge lens. طيب يا سيد. ال edge lens ديت لمعناها ايه؟ قاله والله يعني انا جمحت the 12th part بتوع مين اللي بتوع الكيو بويد. عرفت من اين هما 12. اهوة يا ابن. لو احنا عسمنا ده كده نزلنا من هنا side اهو. تمام. وعملنا من هنا side كمان. وعملنا من هنا side كمان. فانا هبص عندي فى كم لنس الاناعندي من هنا و عندها هنا ارجع كم لنس أقول كم لنس و عندنا كمان كلِ ضمّت مجموحهم عندنا كام 1440 تمام تمام احنا عندنا 4 lengths plus 4 width plus 4 height طلعلي بكام 1440 فانا عاوز اجيب length و width بحس و height اعمل ايه اللي بعمل هنا divide by 4 وعمل هنا divide by 4 وعمل هنا divide by 4 وعمل هنا كمان divide by 4 يطلعلي length plus width plus height كلهم بكام 1440 divide by 4 يطلعلي بكام قال لي طلعلي من هنا 30 أو 360 سنتيمتر جميل جميل طيب يا سيد كده احنا جبنا مين قال لي length plus width plus height يعني sum of all dimensions يعني هنا مش معرفني من length ومن width ومن height يبقى انا ممكن اقوله من هنا كده sum of the dimensions اقول له sum of وهتيني كاتب كلمة ايه the dimensions من هنا تمام طيب يبقى احنا عندنا sum of the dimensions يطلعلي بكام اللي طلع عندنا من هنا 300 mean 360 سنتيمتر اقول له equals 300 mean 60 طب هو يبني مديني هنا ان ratio ما بين dimensions دي 3 to 4 to 5 يبقى احنا عندنا من هنا first dimension وال second dimension وال third dimension first and second and third طب ratio ما بينهم كام قال لي 3 to 4 to 5 هو عاوز مين قال لي عاوز volume عشان اجيب volume يبقى لازم اجيب ال first dimension وال second dimension وال third dimension اللي هو ال length وال width وال height تمام تمام طيب يجب هم له منين هقول لي يا ابني ما همديني ريش ما بينهم 3 to 4 to 5 اه اجمحهم يبقى اقول له عندنا من هنا sum of all parts بكام اقول له والله يبقى كده sum of all parts تمام ارجع sum of all parts equal كام اقول له والله عبارة عن 3 plus 4 plus 5 يطلع لي بكام قال لي طلع لي ب12 parts تمام تمام جميل بها عندنا طلع لي ب12 parts اه اه وانا عندنا sum of the dimensions اللي هي sum of the parts اللي ب360 اطلع ال part الواحد بكام يبقى من هنا اقول له كده the value تمام of each part each part equal هقول له equal كام اقول له 360 divided by 12 وانا عندنا اعملها بالكالكيليتور اقول له عندنا من هنا 360 divided by 12 يطلع لي بكام قال لي 30 يبقى له equal زي قال لي 30 cm طب انا عاوز اجيب الفرست dimension يبقى اقول له من هنا الفرست dimension اهو يبقى الفرست dimension equal ثانية واحدة الفرست dimension يععم مش dimensions يبقى اقول له من هنا الفرست dimension equal ايه بقى هقول له الفرست dimension الرش بتاحته كتبار عن كام قال 3 يبقى اقول له 3 multiply 30 يطلع لي بكام قال لي طلع لي ب90 cm طب عايزين من الصين ن kasih يبقى اقول له من هنا التاجان ن Mean كم قم مثلا ترشي بتاعته يبقى اقوله اهو اقوله اهو اقوله اهو هو كام معا قال اقوله اهو اقوله ايه اقوله والله هندرد سنتيميتر طب احنا عاوزين مين قاله الفوليوم يبقى اقوله من هنا الفوليوم ايه اقوله أو أقول لي با عندنا من هنا 90 ملتبلاي 120 ملتبلاي 150 وقتين نعملها بالكالكليتور بقول لي من هنا 90 ملتبلاي 120 ملتبلاي 150 إيكوالز اللي 1 مليون 620 تاوزند يبا أقول لي من هنا إيكوال 1 مليون 620 أقول لي اللي دا كان بالسنتيمتر صح؟ هو كان من يقول لي هنا بالسنتيمتر يبا أقول لي كيوب سنتيمتر كيوب مين؟ لا دا دا سكوير يبا أقول لي هنا كيوب سنتيمتر تعمل كده يا شباب؟ نروح للي بعده كل سنة البعد كده عندنا هنا number 22 بقول لي إيه؟ يبا أقول لي هنا يبا أحنا عندنا من هنا يبا أحنا عندنا first تمام two second تمام آه two third ركز بقى معي عندنا first و second و third فبقول لي هنا إريش ما بين first و second فبقول لك and the third person's share يعني حصة التالك بكام اللي هي عبارة عن one third يعني one third يعني one over three one third مين؟ قال لي of the sum يعني multiply sum السم بتاع مين؟ قال لي first and second multiply first and second قال لي one plus five هل هاسبها له كده؟ لا دا هو بقول لي one third multiply sum هما الاثنين بس يسدي فالone third دا بكام؟ أقول له والله يعني مبارة عن five one and five يدينا six one over three multiply six لو قلت له one over three multiply six سيطلع لي بكام؟ قال لي طلع لي بتو لان six multiply one بsix six over three طلع لي بتو مش عارف عملها بالكالكليتو هتطلع لك بردو صح؟ يبقى احنا عندنا one over three multiply six طلعت لي بتو يبقى مكان الرشوي هنا هتبقى عبارة عن one two five two eight two فبقول لك عندنا من هنا add the end هنا بقول لك إيبقى بقول لي if the total of the profit التوتال بتاعت الprofit كام؟ ويقول له يا بل من هنا هجيب له sum of all parts المجموعة الاجزاء كلها هتبقى كام؟ اقول له one plus l five plus two one five six six و two طلع لأي يبقى أقول له eight parts جميل جميل طيب يا سيد بعد كده أنا كده جبت ال eight parts أطلع على يا سيد ال value بتاعت كل part منهم هيبقى بكام بس بقول له من هنا the value the value of ايج بارت بكام ؟ قاله بالله ده هو كان هيوزع ال 36000 مشتركات بس ده أسيد وقتين اعملها هنا باقي بالكالكيل بقوله من هنا 36000 باقي 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 تطلع لي بكام ؟ قاله يطلع لي من هنا 4500 بقوله من هنا ايج و 4500 الايه. ده مين قال للبارت الواحد. عايزين الفرست شير والثيرد شير. فقول لدينا من هنا الفرست تمام الفرست شير ايك وال كام قال له على الفرست شير هياخد هو هياخد وان بارت بقول له وان مالتبلاي الفور ثوزن فايف هندرد طلع لي بكام قال لي فور ثوزن فايف هندرد الاي طب يا سيد السكنز شير بقوله من هنال سكنز تمام الشير ايك وال اي بقوله عبارة عن هياخد كم هو قال لي هياخد فايف بارس بقول للو مالتبلاي الفور ثوزن فايف هندرد يطلع لي بكام واحد نعملها بالكالكيليتر قال له طلع لي بكام 기低 لولو ايك وال توينتي تو ثوزن فايف هندرد الاي طب يا سيد اخر واحد مين قال الثرد يبقوله من هنا الثرد شير يبقوله من هنا كده الثرد يلا الثرد شير ايكوال هو ياخد كام اللي هياخد بقوله two multiply four thousand five hundred يطلع لي بكام اللي يطلع لي بكام اللي يطلع لي بكام كده شباب نروح للي بعده بعد كده بقى عندنا المالتبلو تشويس ركز معي في المالتبلو تشويس هنا ابني اول كويسشن عندك هنا بقولك تشوت من كتاب المعاصر فيه غلطة هو بقول المسألة دي موجودة في كتاب المدرسة فاحنا واحنا بنحلها لان المسألة مش رادة تدينا ولا اجابة فاجينا واحنا بنرجع المسألة في كتاب المدرسة لاننا مكتوب الرشو هنا من ال seven to two وهو هنا عملها ال seven to twenty يبقى احنا عندنا الزيرو اللي موجود ده ده غلط مش موجود امسحه تمام يبقى الزيرو ده ماله مش موجود لاننا راجعناها في كتاب المدرسة لقينا المسألة في كتاب المدرسة هي رقم سابعة في الدرس ده بقى هنا عبارة عن seven to two بس تمام يبقى احنا عندنا هنا هنعتبرها and seventy two وبنمسح بقى مي نمسخ بن dx ادي مسألة كتاب المدرسة يعني احنا ممكن نشيل دي كده ونحط مكانها بسألة كتاب المدرسة فامتلا ازاي يبقى احنا عندنا هنا ده كانا كده في كتاب المدرسة يبقى هي هتيبقى عبارة عن seven to two تمام يا adolescence طيب جميع. نحل بقى. بقول لي عندنا من هنا عبيس وفلانت في الدانس. فأقول لي was divided between two persons in the ratio of 72. which of the following could represent the share of either person. يعني انهي واحدة من دهما تتمثل لي نسبة اي شخص فيهم. هقول له ثانية. احنا يبنى عندنا من هنا ممكن نعملها عن طريق مين? هقول كل واحد فيهم هيخضوا seven parts and two parts. ثم هما هيخضوا nine parts. تمام قال لي تمام يبنى عندنا nine parts. طب الpart الواحد بكام? هقول له والله يبقى value of each part. الpart الواحد equal كام? هقول له يبقى ثيرتي سيكس اسمها على الناين. نطلع لي مين? قال لي four parts. يطلع لي مين? قال لي four fat dance. تمام طب جميل. هو كل part هيطلع لي four fat dance. طب انا عندي الاولين يواخد seven parts. يبقى قولوا من هنا seven multiple four. يطلع لي بكام? قال لي twenty eight. والثاني واحد two parts. يبقى two multiple four. يطلع لي بكام? قال لي eight. لو جمعت دولارت هطلع لي هنا thirty six. طب هنا من اللي موجود eight? ولا twenty eight? لا موجود هنا twenty eight. هيت لتار دي. يبقى احنا عندنا من هنا دي. هتلانصر هتبقى عندنا مين يا شباب? هتبقى عندنا من هنا لتار دي. اللي بعدها هنا بقول لك one hundred twenty two three five. احنا عندنا من هنا اجيب مجموع parts وكلها كام? قال لي two three five. يبقى انا اقسم one hundred twenty divided by five. يطلع لي part الواحد بكام? بس. يبقى عندنا من هنا one hundred twenty divided by five equals. تطلع لي بكام? قال لي twenty four. يبقى الpart الواحد هطلع عندنا من هنا بتوينتي four le. طب احنا عاوزين بتاعت الصغير. يبقى اقول له two multiply twenty four. ف two multiply twenty four بكام? قال لي forty eight. اللي هي عندنا برضو مين? اللي هي عندنا من هنا? يبقى الاتنين طلعوا اللي تار دي. طب احنا كده يا شباب. نروح للي بعده. كلسنا اللي بعد كده عندنا هنا بقول لك number three two friends invested in a business. فأقول لي in the ratio of two to five if the smaller in the profit. بقول لي هنا اللي اخد بروفت قال لي ten thousand. اللي ايه? what the total of the profit? هو هنا عاوز التوتال بتاع البروفت مش عاوز الكبير بس اللي هو عاوز التوتال. قال لي بنا اجيب الكبير اخد كام? وبعد كده اجمعهم مع بعض. طب انا ممكن اعملها بطريقة تانية اه. اقول له من هنا first two second two total. صح او لا الله? فاحنا عندنا first كان واخد two. second كان واخد five. third قال له او التوتال. قال لي التوتال هنا ببقى اجمع الاتنين هيبقى عبارة عن two five دينا seven. طب جميل. هي البروفت ديك هاتي تحت مين? اللي بتاعت اللي سمولر. يبقى احطها تحت اللي سمولر ال eighteen thousand. انا عاوز مين? انا عاوز التوتال. اه يبقى التوتال ده اللي مكهول اه يبقى احطها اللي هو صادف الدلميناتور. يبقى two هتكون في الدلميناتور. الاثنين التانيين اعمل له في النماريتور فهيبقى عبارة عن seven ملتيبلاي ال eighteen thousand. بس يبقى انا كده عاملتها من خطوة واحدة. وقتلنا عاملها بالكالكيليتور. قلتلنا عامل هنا فراكشن. قلتلنا جاي فراكشن. بقوله من هنا سيفين ملتيبلاي ال eighteen thousand. اوبر مين? اوبر التو. يطلع اللي بكام? اللي هي عندنا مين? اللي هي عندنا من هنا لطربي. طب ما شباب طب اللي بعدها. بقول لك هنا احمد اندهالا جويند ابيزنس برويكت. فبقول احمد اندهالا 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 سيكس ساوزن ايه. فبقول اف احمد احمد دفع كام اللي ايت ساوزن. فبقول لك احمد كسب وان ساوزن تو هندرد. بحنا هنا وان ساوزن تو هندرد حطها تحت احمد. يتفضل لي هالا دي ابيه كام? اقول له والله يبقى اللقصاتها بيكون في الدنمينات ويبقى اليت ساوزن هتكون في الدنمينات. تمام الله. اه. الاتنين التاني نعمل لهم ملتبلاي في النميناتر فيبقى ساوزن ملتبلاي الوان ساوزن تو هندرد. من هنا ممكن اختصارها عادي او ممكن نعملها بالكالكولاتور زي ما هي كده ما تتعبش يتناغر. يبقى ان نعملها كده يا سيدي بالكالكولاتور. تنعمل فراكشن. واقول له من هنا ساوزن ملتبلاي الوان ساوزن تو هندرد. اوبر اليت ساوزن. واقول له ايكوال. تطلع علي بكام قللي ناين همدرد. بقوله الانصر من هنا ايكوالز ناين همدرد ال اي. اللي هي عندنا مين هنا اللي هي عندنا من هنا. ليتر دي. نروح للي بعده. اللي بعدها عندنا هنا نامبر فايف بقول لك ايه. بقول لي. الانصر بين احمد's and مصطفى's share of the profit is. بقول لي هنا بزنس is two to three. والانصر بين احمد's share six thousand. ماذا مصطفى's share. هقول له ثانية. احنا عندنا هنا احمد ومصطفى. الانصر بينهم كام اللي عبارة عن two to three. فبقول لي هنا احمد's share six thousand. او بحط ال six thousand تحت احمد. عاوز مين اللي بتاعت مصطفى. هقول له اعملها عن طرين ماس. اللي وسطها في الديلميناتوري. بقى two هتكون في الديلميناتور. هنا التانيين ملتبلاي في النمريتور فايفي عبارة عن three ملتبلاي سكس thousand. بس سيطرة بتاعتيني اعملها بالكالكولياتر. يبقى له عندنا من هنا. يبقى له عندنا من اضفرقشن. هو اقول له. three ملتبلاي سكس thousand. اوبر من اوبر two. تطلع لي بكام اللي بنيين ثاوزن. يبقى له من هنا equal nine thousand. اللي هي مين عندنا اللي هي عندنا من هنا. لتر اي. اللي هي عندنا مين يا شباب هنا. اعيط لتر اي. تمام كده. اللي بعدها عندنا هنا بقول لك ايه. بقول لك هنا امان distributed amount of money between his two sons of the ratio four to three. طعي فبقول if the difference between the elder brother. بقول لي هنا. and the younger brother's share is five thousand. what is the elder brother's share. طعي بص يا ابني. هو هنا عندنا مسلا ادي الارضر. تمام او عندنا هنا مين اللي اللي smaller. هو هنا مديني مين اللي difference between them. يبقى له من هنا ال difference بكام. اقول له اولا ان هو كام مديني الارضر بfour. واللي smaller بالثري. ال difference بينهم اقول له four minus three. دي نوعا. فهو مديني ال difference اصلا بيكام اللي عبارة عن five thousand. بحطها تحت ال five thousand. تحت مين تحت ال difference. هو عاوز الارضر بكام ده هو المقول ده هيبقى بكام. يبقى له من هنا ده اللي اصده في ال denominator. واعمل اتنين دول مع بعض في النمريتر. فهيبقى four multiply five thousand. يبقى تنى عملها كده اوض عن طريق الكالكليتر اوه. تركز معا كده. تنى جاء بالكالكليتر. اقول له من هنا اعمل fraction. هيبقى four multiply five thousand. تمام. يعني ال one ده مليوش لازمة. هطلع لبكام اللي بتوينتي thousand. تبقى الانصر هنا طلعت لبتوينتي تاوزن. اللي عندنا مين اللي عندنا من هنا. اللي عندنا هنا مين يا شباب. هاقول له. نروح للي بعده. اللي بعدها عندنا هنا number seven بقول لك ايه. the ratio between the length of the side length and the triangle. أبارة عن three to four to five. فأقول له the parameter is thirty six centimeter. what is the length of its longest side. هاقول له ثانية ابي. اولا انا ممكن نجيب دي عن طريق مين والله عن طريق البارت زي ما كنا حلينها او ممكن نعملها هنا عن طريق ratio. هاقول له three to four to five. طيب two مين قال للتوتل. التوتل بتاحهم كام قال لثري وفاور seven seven وفايف يطلع لي مين قال للتول. طب احنا عايزين عايزين مين قال والله اللونج الصيد. انا ليه جماحة. الا لان هنا مدين البرامتر. والبرامتر وعبانة عن الصد. عبارة عن مين قال ل sum of all sides. تمام يا شباب. طب جميل. هاتينا حاطت بقى الصم ده اللي هو 36 تحت دي تحت 12. هو عاوز مين قال للونج الصيد يعني الاكبر ratio من هنا. اللي هو ده. فأقول له من هنا يبقى ده equal مين. هقول له اللي قصاده بيكون في الدلميناتور. يعني 12 هتكون في الدلميناتور. الاثنين التانيين ملتبلاي في النمريتور فيبع عبارة عن 5 ملتبلاي 36. ممكن نقتصرها او نعملها بالكالكليات. هقول له عندنا من هنا. 5 اعمل فراكشن. اقول له 5 ملتبلاي 36. تطلع لي بكام اللي بيطلع لي 15. بقول له ده equals 15. وهتبقى عندنا مين? اللي هي عندنا من هنا لترسي. تمام كده يا شباب? طب يا سيد. اللي بعدها هنا بقول لك ايه? if a to b equal 3 to 7. و a plus b دينا 40. فبقول له هنا then what the value of b minus a. هقول له ثاني. اول حاجة يا حبيب احنا عندنا ال a. 2. ال b. 2 مين? قال له 2. الصم بتاعهم. فال a قال لي ب3. ال b قال لي ب7. الصم هنا محط لهش 40. ده الفورتي ده مجموحه. انا عايز اجمع ال ratios. يبقى له 3 و 7 يدينا 10. فهو حاطتلي تحت الصم بكام? قال له والله الصم هنا 40. خلاص. اجيب له ال a. واجيب له ال b. يبقى انا كده اجيبت له مين? قال لي كل واحد اعمل لهم minus. فاقول له يبقى ال a دي يتلوصتها في ال a equal. 2 هتكون في ال denminator. ال 2 التانية ملتبلاي في النماريتور. فابعة مع 3 ملتبلاي الفورتي. ويقول 3 ملتبلاي الفورتي. ال 0 روح مع ال 0 وتفضل 3 ملتبلاي 4. قال لي ب12. ده ده ال a. عايزين نجيبه. يبقى ال b equal. هقول له الله برضو اللقصاتها بيكون في ال denminator. يعني ال 2 هتكون في دي نماريتور. ال 2 التانية يبقى 7 ملتبلاي الفورتي. وقت اننا عاملها اختصرها. ال 0 وروح مع زر و تفضل ل7ª. يعني 28-12. حيبقى A-2 يتقلل practitionersか 68-60. وبدأ القواتشها و بعد جانعنا نق sau 6. واذا يقول ل incur a W이들HHH. طيب أدل A to B الرئيس ما بينهم قال 2 to 5 فمديني A بكام قال 14 يبقى إحنا عندنا A هنا ب 14 نحطها تحت 14 تحت A عاوز الValue بتاعت B بكام هقوله ديما كول أعملها عن طريق الماص يبقى لقصاتها في الديميناتور يبقى له 2 هتكون في الديميناتور ثم يبقى لقصاتها في الديميناتور يبقى له 5 multiply 40 بس أقول له اختصارها 2 divided 2 ب 1 و 14 divided 2 طلع له 7 5 multiply 7 طلع له 35 مش عارف ممكن تعملها بالكالكيليتور اطلع لك برضو 35 اللي بعدها هنا بقول لك لو انا عندي A to B to C 3 to 4 فبقول لي مديني ان C minus B equals 20 what the value of A هقول له يابنا احنا عندنا من هنا ادي A to B to C واقول له هنا two difference ما بين مين والمين قال لي ما بين C والB فوقال لي ان C أولا نكتب الratio A قال لي 3 B to 2 C قال لي 2 4 difference ما بين C minus B يعني بادل C minus B اعملها هنا الاول عن طريق ريتش فايبقى 4 minus 2 قال لي طلع له 2 هو مديني difference ما بين C والB بكام قال لي 20 بحطها 20 تحت هو عاوز ال value بتاعة يبقى دي المكهولة يبقى دي المكهولة يبقى دي المكهولة يبقى دي المكهولة ثانية ملتبلاي مع بعض في المكهولة من هنا اختصارها ونقوم بكده ثانية كده احنا عندنا هنا number 10 هتبقى عندنا من هنا لا ثري ملتبلاي 10 بثيرتي احنا عندنا هنا ثري ملتبلاي 10 ما انا بقول بردو ازاي 20 ثري ملتبلاي 10 يطلع لمن بثيرتي فلصنا الكسرسيز ده كامل وانت ازلونا ان شاء الله في اسريشن اللي جاية وشرح الاول اكسرسيز او شرح الاول الليسون number 4 وبعد كده نخش عالمين على اكسرسيز number 4 اذا عجبك الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك وكومنت ويسبسكراب في القناة شوفكم على خير ان شاء الله في اللي جاي مع السلام